اشتركوا في القناة وتمكنهم من تحرير كامل اراضيهم التي سيطر عليها تنظيم داعشا الارهابي جاء ذلك خلال لقاء جمعهم برئيس اتحاد الصحفيين العرب عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي نقيب الصحفيين العراقيين مؤيدا لامي كما عبروا عن اعجابهم وتقديرهم لشجاعة الصحفيين العراقيين وتضحياتهم الجسام التي بذلوها خلال مواجهتهم للارهاب كغيرهم من عموم ابناء الشعب العراقي واكد اللامي خلال لقاءات منفصلة مع اعضاء من مجلس العموم البريطاني من الحزبين الرئيسيين المحافظين والعمال في مؤتمر مشترك حضره عشرات الصحفيين البريطانيين العاملين في البرلمان اتبعها بلقاءات مع قيادات من اتحاد الصحفيين البريطاني واتحاد النقابات العمالية ولجنة المادة التاسعة عشرة والفاينشال تايمز وهيئة تحرير البي بي سي العربية والقارديان اكد اللامي ان الانتصار الذي حققه العراقيون كان انتصارا لكل دول العالم لان ذلك الانتصار منع تنظيم داعش من التمدد الى دول العالم التي كانت مهددة من ذلك الوباء الارهابي كما شرح اللامي الجهد الكبير للصحفيين العراقيين وتضحياتهم من خلال تواجدهم في جبهات القتال لنقل صورة المعارك والانتصارات العراقية فضلا عن نقل الصورة السوداء للارهاب والموت الذي كانت تمارسه عصابات داعش ضد المواطنين العراقيين من مختلف شرائحهم ودون تمييز ومن المؤمل ان يلتقي نقيب الصحفيين العراقيين في وقت لاحق مع رئيس حزب العمال البريطاني وقيادات في حزب المحافظين وشخصيات مهنية اخرى شجاعة الصحفي العراقي تحظى باشادات واعجاب الكثير من الجهات العالمية في حين يقابلها الكثيرون من الساسة العراقيين بمحاولة التكمين